باتت فضائح فيسبوك أشبه بمسلسل متواصل من الفضائح التي لا تتوقف إذ شارفت سنة 2018 على الانتهاء ومازال فيسبوك يأتي بفضيحة تلو الأخرى مما يجعل هذه السنة سنة الفضائح بامتياز لفيسبوك لا تعتبر فضائح فيسبوك جديدة على شركة التواصل الاجتماعي وقد بدأت منذ تأسيسه تقريبا عام 2003 على يد الأمريكي مارك زوكربيرغ واختتمت آخر فضيحة لفيسبوك هذا العام إذ قامت بمنح شركات التكنولوجيا الكبرى صلاحية اختراق بيانات المستخدمين والوصول إلى رسائلهم الخاصة وتعتبر الفضيحة الأحدث عندما تم الكشف عن أن الشركة قامت بعرض خصوصية حوالي 7 ملايين مستخدم في الرابع عشر من ديسمبر الجاري وصرح فيسبوك أن ذلك عرض نحو 6 ملايين شخص للخطر إذ مكن من تصريب صور ملايين المستخدمين على فيسبوك والتي كانت قد نشرت بدرجة عالية من الخصوصية وفي الخامس من ديسمبر كشف البرلمان البريطاني عن رسائل بريد إلكتروني سرية أظهرت الحسابات التجارية التي تتخفى وراء الصور الجميلة والتي تحاول أن تعكسها شركة فيسبوك كما تكشف تلك الرسائل استراتيجية فيسبوك في إلحاق ضرر متعمد بمنافسيها إضافة إلى جمع بيانات المستخدمين دون معرفتهم أو موافقتهم وفي إحدى رسائل البريد الإلكتروني لمؤسسي شركة فيسبوك في الثالث والعشرين من يناير عام 2013 اقترح أحد العاملين في فيسبوك أن توجه الشركة ضربة إلى تويتر وتعطل إحدى ميزاتها وقام بدوره زوكربيرغ بالموافقة الفورية على هذا الاقتراح فيسبوك منعت المنافسين بشتى الطرق من الوصول إلى بيانات مستخدميها كي تبقي هيمنتها على قطاع مواقع التواصل الاجتماعي وذلك تسبب بفشل الكثير من التطبيقات المنافسة مثل تطبيق فاين الذي منعته من الوصول إلى قوائم الأصدقائي في فيسبوك